اشتركوا في القناة ومعسكر الاستقبال في مارب وراح ضحية هذا الاستهداف العشرات كما اشرنا ما بين شهيد وجريح لتابعنا لأحد الويات الحماية الرئاسية هذا الاستهداف وهذه الجريمة من حيث الزمان والمكان والدلالة جريمة منكرة تم ادانتها من كثير من الجهات بما فيها جهات دولية واليوم نناقش هذا الموضوع متسائلين عن عدة جوانب ومن زوايا مختلفة عند دلالات هذه العملية الاجرامية من حيث المكان والزمان والفئة المستهدفة وكذلك نناقشها من زاوية هل حقيقة السلام الذي يتم التحدث عنه مع ميليشيات تخدم مشروعا ايرانيا توسعيا في المنطقة شاهدنا هذا الموضوع نناقشه مع ضيفي هنا في اللوستوديو مع الوزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد زبين عطية مع الوزير أهلا وسهلا بكم سعيدين أن تكون معنا دكتور احمد في هذا الحدث الأليم والحزين نحن هنا نترحم على الشهداء ونسأل الله تعالى شفاء للجرحة ونعزي أوسار المصابين وأيضا نشيد بالجهود التي يفذلها الجيش الوطني بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عملية غادرة وجبانة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من قبل ميليشيا دموية نازية استهدفت بيتا من بيوت الله عز وجل تعازينا لأنفسنا ولشعبنا ولقيادتنا ولأهالي هؤلاء الضحايا الذين ذهبوا ضحية هذا الاستهداف الإجرام الحوثي نحن في حرب منذ خمس سنوات وأعتقد أن هذه الحرب سجال فيما بينه وبين الحوثيين ولم تنقضع هذه الحرب لا بهذا الاستهداف ولا بغيره حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا نعم ولذلك يعني المعارك هذه أثمانها والميليشيات أدخلت اليمن في حرب والحرب وقودها ورجالها أيضا وهنا أشرتم نشر إلى أنكم في وزارة الأوقاف قد أصدرتم بيانا سنناقشه وسيكون أيضا معنا العميل عبد المجلي الناتق الرسمي للقوات المسلحة ونأخذ أيضا معه تفاصيل هذا الحادث الإجرامي لكن قبل أن نبدأ سنتابع المزيد حول هذا الموضوع في سياق هذا التقرير الذي عده الزميل فؤاد فارس هي لحظات فقط تلك الفاصلة بين التهيئ لأداء الصلاة في محراب الروح وبين ارتقاء عشرات الأرواح مدارج الشهادة إثر ما سمته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان استهدافا جبانا للمصلين من اللواء الرابع حماية رئاسية ومنتسبي الوحدات الأخرى ومدنيين حلقت عشرات الأرواح عالم الشهادة تاركة خلفها شهادة أخرى ممهورة بالدم الغالي على زيف أكذوبة السلام مع مشروع الملشنة أيًا كانت لافتته ومسمياته وكالة سباء الرسمية نقلت عن الرئيس هادي القول إن الأفعال المشينة للميليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة فيما أكد بيان النعي الصادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن استهداف التجمعات ودور العبادة محاولة ميليشاوية للثأر لمقتل الإرهابي قاسم سليماني عبر قتل اليمنيين مشددا أن المعركة مع ميليشيال انقلاب والإرهاب وكل خصوم الوطن مفتوحة والنصر قادم استقبال نبئ الكارثة ومتلاها من بيانات وتصريحات تفاوتت أشكاله لدى فئات اليمنيين خصوصا مع تأخر تبني الجريمة من قبل الحوثيين غير أن اختلاف ردود الأفعال لا ينفي اتفاقها في المجمل على غضب عارم لا تطفئ ناره مجلدات من التصريحات في ظل استمرار المسار الحالي للمواجهة مع الميليشيات غضب يجمع من خلاله اليمنيون أن ما يدفعونه من ضريبة الدم هو أضعاف ما كان سيتم دفعه بكرمة في معركة الحسم معركة الحسم التي كانت وما تزال كفيلة بقطع دابر الميليشيات بدلا من تعدد لافتاتها وتمدد مخططات داعميها على حساب دماء اليمنيين شكرا لزميل فؤاد فارس على هذا التقرير وأجدد ترحيب بكم مشاهدين وبضيفي هنا في السوديو معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد زبين عطية معالي الوزير وكرر ترحيب بك هذا الحدث الأليم الذي استهدف عشرات الجنو أو المستجدين الذين كانوا في معسكر الاستقبال من الحرس الأول الرئاسي الحرس الرئاسي التابع للقائد مهران وسقط ضحيته هذا العدد الحرس الرابع رئاسي من أي زاوية يمكن اعتباره جريمة رغم أنه الجميع في حرب والحرب تدور راحاها على الدماء من أي زاوية يمكن وصفه بأنه جريمة؟ أولا أنا أريد تكلم عن منهجية الحوثي في مشروعها الذي يريد أن يسوقه لليمنيين حقيقة الأمر الحوثي لم يسقط المحافظات والمناطق بالمفاوضات ولا بحوار ولم يخرج من المحافظات ولا المناطق لا بمفاوضات ولا بحوار أسقط دماج وقتل مئات من طلاب العلم ثم اتجه إلى كتاف طبعا بقوة السلاح ثم أسقط عمران بقوة السلاح ثم أسقط سنعة بقوة السلاح ثم نزل إلى تعزو البيضة بقوة السلاح ثم شبوة ثم ذهب إلى عدن ولحج والضالع وسيطر على هذه المناطق كلها بالقوة المسلحة ولم يكن هناك أي تفاوض أو حوارات لإسقاط هذه المدن وخروجه من بعضها التي قد حرلت لم تكن بمفاوضات خرج بالقوة من عدن خرج بالقوة من شبوة من بيحان خرج بالقوة من بعض مناطق الضالع خرج بالقوة من لحج خرج بالقوة من مارب خرج بالقوة من بعض مناطق الجوف هذا يؤكد بجلاء على أن الصراع مع الحوثي أننا نتصارى مع مشروع دموي نازي هتلري هذا المشروع شعاره واضح وجليل إما أن أحكمكم يا أبناء اليمن أو أقتلكم إما أن تعودوا إلى حضن الإمامة والسلالة من جديد أو أصبروا على الحديد والنار هذا الصراع الموجود اليوم بيننا وبين الحوثيين لا يمكن أن نقتنع حتى في داخل نفوسنا على أن مسألة مشروع الحوثي سينتهي بمفاوبات أو بحوار لا والله ليس حبا للدماء ولا بحثا عنها ولا نريد القتال الحرب فورت علينا من أول وهله لكن الحوثي يريد هكذا إما أن يحكمنا بمشروعه وإما أن يسفك دماءنا نعم فهذا الحادث الحوثي أصبح يستهدف الأطفال الأبرياء المساجد لكن هل استهدافه أيضا للمعسكرات هذا المشروع هو يرى ذلك لكن عندما يتم وصفها بأنها جريمة أعود من أي زاوية نوعية الجرم في استهداف معسكر لاستقبال بالأمس أن هؤلاء المستجدين أكملوا صلاة العصر ثم قاموا للتدريب لأنهم جدد ثم دخلوا إلى الجامع وأنا قد زرت هذا المعسكر أكثر من ثلاث مرات دخلوا إلى الجامع وتم استهدافهم مركعا سجودا في صلاة المغرب نعم أسلوب الحوثي في استهداف المساجد ليس جديدا في معسكر لاستقبال قبل عام أو عام ونصف استهدم معسكر كوفل وهم صلوا جنود هو في الأخير مصلي سواء كان جنديا أو مدنيا أن تستهدف دور من دور العبادة المحرمة في الجاهلية وفي الإسلام اثنين استهدف قبل أسبوعين مسجد في الحديدة ثلاثة منهجيته في التعامل مع المساجد ليست الأولى هو مشروعه قسم المساجد إلى ثلاث أقسام وهذا أشرنا إليه في بيان وزارة الأوقاف قسم من المساجد دمرها وأبادها وقضى عليها بالكامل وهي ما يقارب من ستة وسبعين مسجدا والقسم الآخر استخدمها الحوثي مجالس لتعاطي القاة وإقامة المهرجانات والصراخات والضجيج ولا يعير اهتماما لقدسية المسجد الذي قال الله عنها وأن المساجد لله فلا تدعمها الله أحدا القسم الثالث حولها إلى مخازن للأسلحة والتغذية للميليشيات الإرهابية لم تمر بيوت الله بمرحلة إهانة وتدمير وتخريب مثل ما حصل في عهد الحودين في هذا الخامس سنوات والصنف الذي ما زال بيدي استخدمه للتحريض والتعبية ضد بناء الشعب اليمني باتهم أنهم منافقين وأنهم عملاء إلى ذلك من هذه الاتهامات طيب أنتم في وزارة الأوقاف والإرشاد أصدرتم بيان في هذا الجانب من الذي أجلتم إليه نحن أشرنا إلى نقطة مهمة هذا يعني كتحليل للبيان وهي الحوثي يريد تغيير ديمغرافي في اليمن ومن يعتقد أن الحوثي جاء من أجل الحكم فقط فهو غلطان الحوثي لا يريد الحكم فقط هذا يديه صنع الآن ومسيطر على كل شيء الحوثي يريد أنقلب على الحكم على الدين على السياسة على الثقافة على العادات التقاليد فرض على اليمنيين طقوس ومقررات بعيدة عن الإسلام كبعد المشرق والمغرب لا يوجد في اليمن منذ 1200 عام ونحن نتعايش أنا شافعي وأنت من منطقة زيدية تعايش الشوافع الزيود 1200 سنة هم ورهم على ما يرام ما في خلاف إطلاقا كان تنوع مذهبي جميل جاء الحوثي وحرف هذا المذهب ولبسه باللباس الإيراني وأخرجه عن مسارها الصحيح وفرض على الناس الصرخة لم تكن موجودة عند اليمنيين لا في عاداتهم ولا في دينهم وفرض عليهم يوم الغدير أنا الآن في 45 سنة وأنت قريب مني في السن ونسأل منهم أكبر منا لم نكن نعرف ما يسمى بيوم الغدير ولا يوم الأولاية ولا يوم الصرخة ولا مسيره القرآنية كل هذه الطقوس مستوردة من النظام الإيراني وكان ينكر ويدعي أنه لا علاقة له بإيران عندما قتل الإرهاب سليماني انكشفت الحقيقة ذهبوا بأنفسهم وبالزي اليمني ليحضوروا مراسيم العزاء عند الخامئني ثم بعد ذلك علقوا لافتات وكان الحزن في صنعه أشد حزنه حتى من طهران والأسف الشديد هذا هو مشروع الحوثي وهذه طريقته في مسألة تغيير دموغرافي وعقدي لليمن وإخراج اليمن من الهوية العربية الإسلامية إلى هوية مختلفة تماما إلى هوية فارس لكن أشار أيضا بمناسبة تجارتك لحادث مقتل سليماني عبد الملك الحوثي كان قد تفاعل كثيرا كما تفعل نصر الله وغيرهم مع الخطاب الإيراني عن هذا الموضوع متوعدا أيضا بالرد البعض يربط بين هذا الذي حدث في أحد مساقد معسكرات مأرب من استهداف للواء الرابع حرس رئاسي وسقوط العشرات ما بين هذا الحادث وحادث مقتل سليماني كنوع من أنواع الرد ونحن نعرف أن ردودهم لا تطال الأمريكان ولكن تطال العرب والمسلمين جميع الميليشيات المرتبطة في إيران الحوثيون في اليمن الحشد الشعبي في العراق ميليشيات بشار الأسد في سوريا تمام؟ حزب الله في لبنان كل هذه الميليشيات المرتبطة بإيران كلها تتصرف وفق غرفة عمليات واحدة وأوامر واحدة وجهة واحدة وبالتالي ستشاهد قتل في عراقيين انتقاما لسليماني ستشاهد تصفيخ اللبنانيين انتقاما لسليماني ستشاهد القتل في نايا اليمنين وهذا جزء هذا الجريم جزء انتقاما لسليماني وهكذا كلما رمت إيران بميليشياتها في أي بلد من البلدان جعلت القبع في رجالاتها وفي قياداتها أن يقتلوا شعبهم وهذه النتيجة الحتمية لهذه الميليشيات عندما ترتمي في أحضان العمالة والارتزاق سواء كان ارتزاق على حساب دينك أو على حساب سيادتك أو وطنك هذه تكون النتيجة وبالتالي نحن نعتبر أنه ما هدد بحبد الملك الحوثي من استهداف الشعب اليمني هؤلاء هم جزء من الشعب اليمني هؤلاء جائم يبحثون عن لقمة العيش مجندين جدد يريدوا أن يدافعوا عن وطنهم ويحصلوا على معاشات كما يحصل عليها أي مواطن من حق أن يعيش ويستهدفهم هم بين يدي خالقهم وباريهم يصلون في صلاة المغرب طيب يصلون في صلاة المغرب العدد كبير معالي الوزير القاضي الدكتور أحمد عطية العدد كبير إلى الآن تقريبا مئة وعشرة ما تم إعلان عنهم شهداء هناك ثمانين جريح طبعا هذا أثار حزنا وسخطا أيضا في أوساط الناس سخط من عدة نواحي من عدة نواحي من ناحية أنه كان بإمكان هؤلاء أن يقتلوا في الجبهات مع الميليشيات الحوثية لو كانت الجبهات محررة وسيحررون آلاف الكيلومترات من أراضي اليمنية من سيطرة هذه الميليشيات هذه نقطة سنناقشها عسكريا لكن من زاوية أخرى اجتماع هذا العدد الكبير في المسجد وهم يعلمون أن الآخر اللي هو الحوثي لا أخلاق له في الحرب فلماذا يجتمعون بهذا العدد أنا سأتكلم في هذا النقطة من شقين الشق الأول أنه ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشر في زمن الحرب أن يجتمع الجنود يصلون في المعسكرات صلاة جماعة لا يصلوا صلاة جماعة إطلاقا يصلوا كل واحد مفرده في صلاة الخوف وهي صلاة خوف تصلي طائفة وتبقى طائفة تحرص وهكذا أما نحن في مرحلة استهداف مع هذه الميليشيات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء فيجب علينا أن نرأي هذا الجانب الشريي وهو عدم اجتماعهم صلاة جماعة كل جندي يصلي بمفرده أو مجامع صغير الأمر الآخر أن خطر الحوثي والسلاح الذي بيده ما زال يتسرب إلى هذه اللحظة عبر ساحل الحديدة الذي لم تحرر إلى الآن يعطينا رسالة مفادها على أن الحوثي لا يؤمن بسلام وأن الذي يضرب هذه الضربات بصورة وحشية وجنونية لا يريد سلام وعلى من يعتقد سواء كنا نحن في الشرعية أو دول التحالف على أن الحوثي سيقترب منهم شبراً أو ذراعاً عليهم أن يراجع حساباتهم هذا وهم نحن اليمنيون عاشرنا الحوثي فترة طويلة من الزمن وربما البعض عرف مشروع الحوثي من الثمانينات الحوثي عنده مشروع وهو جزء من الهلال الشيعي الحوثي عنده مشروع يريد أن ينفذ أجندته في جزيرة العرب ويستهدف الحرمين الشريفين لا بلغها الله ذلك وعلينا أن نتعامل ملحوثي بأنه عدو وأنه بغير الحسم العسكري سنظل نحنه والأشقاء في المملكة والأشقاء في الخليج بشكل عام في دائرة الخطر لأن هذه يد إيران إذا لم تبتر بحق وحقيقة من اليمن فالخطر ما زال قايم الحسم العسكري الذي طار انتظاره فترة طويلة من الزمن آن الأواني اليوم أن يتخذ هذا القرار بجدية وصدق والشعب اليمني قد ضحى بعشرات الآلاف يعني لا يمكن أن يكون التضحية القادمة بأقل مما يضحي به نحن لا نريد القتال ونرددها مرارا لا نريد الدم لا نريد الحرب لكن من البادي لما الآن يتكلم الحوذي ويقول العدوان من هو المعتدي المعتدي الذي اجتاح المدن والعواصم ونهب المعسكرات وجاء إلى عندي إلى داخل شبوة وجاء إلى عدن وجاء إلى لحج وللظالع وجاء من صعدة وجاء من عمران وجاء من حجة وجاء من المحويت هذا هو المعتدي أنا ما اعتديت ما ذهبت إليه هو الذي جاء يعتدي إليه ويصيدر على المحافظات ويسقطها بقوة السلاح اليوم نحن والتحالف في خندق واحد وتحديدا المملكة العربية السعودية يجب أن يتخذ قرار استراتيجي من قبل القيادة السياسية في الشرعية والقيادة في المملكة بأنه بقى هذه الميليشيات بيدها هذا السلاح خطر علينا وعلى المملكة ويران تضخ لهم وبالتالي لا يريد العالم وبعض الدول في العالم اليوم المؤثرة في القرار الدولي لا تريد تحرير الحديدة لأن تحرير الحديدة معانا هناك تقطع حنجرة الحوثي ما عاد يوصل له ولا قطعة سلاح ألا تسرب لهذا الصواريخ ربما هذا الصواريخ جاءت من بعد الإنقلاب ما كان مع الصواريخ بغض الشكل كان هناك أيضا حديث عن منظومة صواريخ ومنظومة دفاع جوي كما تم الإشارة إليها تصل إلى الحوثيين عن طريق الجناح الثوري الإيراني وتصاعد الحديث حول هذه النقطة خلال أيام الماضية طيب معالي الوزير سينضم إلينا الآن ناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد المجلي تعالى العميد الركن عبد المجلي أسعد الله مساك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك أخي مختار الفقه مرحبا تعالى العميد هذا الحدث الإجرامي الذي استهدف مستجدين كانوا يؤدون صلاة في أحد معسكرات مارب والصورة تثبت أن الجريمة استهرفتهم وهم في المسجد ما تفاصيل هذه الجريمة ونتائجها حتى الآن بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم الأخ وزير الأوقاف وشكرا أيضا لقناة سويل والطاقم الإعلامي في هذه القناة المتميزة والرائدة أخي العزيز مختار نشكرك كثيرا على دورك الإيجابي ودور القناة أيضا أما عن هذه الحادثة الإجرامية فبادي يبدأ نعزي بأحر التعازي قيادتنا السياسية والعسكرية وفي مقدمتين فخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصورادي رئيس الجمهورية القادرة على القوات المسلحة وكذلك نائب الأخ الفريق الركن علي محسن الأحمر ونعزي شعبنا اليمني على هذا العمل على أولئك الشهداء الأبطال الذين سقطوا قراء ذلك الحادث الإجرامي الذي قامت به الميليشيات الإنقلابية الحوثية ونعزي أسر الشهداء ونقول لهم أن هؤلاء الشهداء لا يمثلوا خسارة على أسرهم فحسب لكنهم يمثلوا خسارة على الوطن اليمني جميعا أخي العزيز ما قامت به الميليشيات الإنقلابية الحوثية يوم أمس في استهداف المسجد القريب من المعسكر التدريبي والذي كان فيه أيضا مصلون من اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى وكذلك مدنيون كانوا يصلون صلاة المغرب استهدفهم ذلك الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات الإنقلابية الحوثية نتقى عن ذلك الاستهداف وذلك العمل الإجرامي الذي قامت به الميليشيات الإنقلابية الحوثية من خلال ذلك الصاروخ الباليستيمية الإحصائية الأخيرة 111 شهيد وعدد القرحة إلى هذه اللحظة 68 جريح منهم عدد 6 في حالة خطرة هذه سلسلة العمل الإرهابي التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية الحوثية وهي دجدنها دوما استهداف المساقد وقميل أيضا الأخ وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية تكلم عن هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية وما تقوم به باستهداف المساقد فعلا استهداف المساقد ودور العبادة هو امتساد لقرام الميليشيات الإنقلابية الحوثية في قتل المصلين وكم كثرة من تفقير المساقد وكذلك أيضا قتل المصلين أثناء صلاة الجمعة وكذلك أثناء الصلاة الصلاة الأقرى والفرائض في استهداف متعمد من قبل ميليشيات الإنقلابية الحوثية المخالفة للشرائع السماوية والقانون الدول الإنساني وهذا العمل الإجرامي والإرهابي التي قامت به الميليشيات الإنقلابية الحوثية تأثت بما قام به الإرهابي باستهداف المصلين في أحد المساقد نيزلندا فهذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية دائما دوما تتحرى الفرص لاستهداف المصلين في بيتين من بيوت الله لكن نقول نحن في القوات المسلحة أننا أولا لن نترك دماء الشهداء تضيع هباء منثورة بل سنقوم بمواقهة تلك السلسلة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية سأتي إلى موضوع الرد مع دكتور العميد عبد المجلي لكن نقطة مرتبطة بما ذكرت وقد أشار إليها الدكتور أحمد زبين عطيبي أنه ليس على الجنود في ظل الحرب واستخدام الميليشيات للطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ البالستية وتكرر هذه الحوادث ليس عليهم أن يجمعوا لا في عروض عسكرية بذلك الشكل ولا في مساجد ودور العبادة بالشكل الذي رأيناه وتسبب بهذا العدد الكبير من الشهداء والجرحة من المسؤول عن جمعهم بهذه الصورة وعدم الاستفادة من الأخطاء السابقة سمعت سؤالي سعادة العميد عميد عبد المجلي أعيد السؤال من المسؤول عن جمعهم بتلك الصورة رغم أخطار المسبقة المحدقة والتجارب المريرة السابقة فعلاً الميليشية الإنقلاب الحوثية تقوم بسلسلة من الأعمال الإرهابية التي تسهدف للمحافظات المحررة وبالأخص محافظة مارب من خلال إطلاق الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ والقذاف العشوائية بصورة متواصلة نحن في القوات المسلحة وكذلك بإسناد من دول التعارب العربي التي نحن نكلن لهم كل التقدير والاحترام والشكر وبقيادة المملكة العربية السعودية التي تقدم الدعم اللوجستي وكذلك الإسناد الطيراني فعلاً كان هناك انتصارات تحققت خلال الأيام وتم تقدم القيش الوطني نحن بساحات شاسعة واسترداد أيضاً أو استعادة عدد من المواقع القتالية واستعادة كميات من الأسلحة والزخار وكبت الميليشيات الإنقلابية والمعدات هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية أخي العزيز وقرات تلك الانتصارات تصيبت بالجنون وأيضاً قامت بإطلاق الكامل بذلك صاروخ الباليسي على رؤوس المصلين هذه الكاملة لن تضيع سداء ونحن في إطار توقعات فخامة الأخ الرئيس وحسب الخطط الاستراتيجية والتكتيكية لا بد من التحرير الكامل لكل أرجاء الوطن من قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية التي لا ينفع معها تلك المعهدات والاتفاقات والتي رمت بها في قاع البحر البحر هذه الميليشيات الإنقلابية الإقرامية لا ينفع معها إلى الحسب العسكري وسنأتي إليك فقط عود إلى الموضوع والسؤال الذي أشرت إليه هل من أدب ألا تدرك قيادة الوحدات العسكرية خطورة الوضع حتى يحشدون الجنود بهذه الصورة ويجمعونهم بهذا الشكل من المسؤول عن ذلك هذا السؤال الوجيه وهو سؤال في غاية الأهمية أخي العزيز نحن كان هؤلاء من القنود وصف وبباط وكذلك أيضا من المدنيين كانوا أثناء صلاة المغرب يوم السبت وهم يدونها شعيرة العبادة أو شعيرة صلاة المغرب وكان هذه المليشيات الإنقابية لهم بالمرصاد نحن هناك توقيهات فخامة الأخ الرئيس القائد وكذلك توقيهات الأخ وزير الدفاع بأن تتخذ القاهزية القتالية الكاملة وكذلك اتخاذ الإقراءة الأمنية والوقائية وكذلك أن تعمل وسائل الدفاع الجوي لوقاية القوات من ذلك الاستهدافات المتواصلة التي تتقوم بها المليشيات الإنقلابية الحوثية وستقوم أيضا دول التحالف العربي بقيدة الملكة العربية السعودية من خلال الطيران النيران ومصادر الصواريخ والطيران المسير للمليشيات الإنقلابية الحوثية التي يوما بعد يوم تفاقق قوات المسلحة وشعب اليمني حق شعبنا اليمنية السعادة العميد سأعود إليك أعود إلى معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد زبين عطية فيما يتعلق بهذه السلوكيات وتصاعد الحديث على أن العام 2020 سيكون عاما للسلام وأن هناك مؤشرات من هذه المليشيات الحوثية بأنها ستجنح محل السلام أليس هذا مؤشرا حقيقيا ومؤكدا على رفض هذه المليشيات للسلام ما هو الرد عليه نحن أول من هرول إلى السلام وذهبنا إليه في أربعة مذاهب ذهبنا إلى بيل وذهبنا إلى جنيف وذهبنا إلى الكويت وذهبنا إلى استوكولم وكلها مجرد شعارات يرفعها الحوثي وهو يتلقى توجيهاته وتعليماته من طهران ثم عندما نأتي إلى التطبيق تظهر العورة لهذا السلام المفضوح وبالتالي نحن نطالب اليوم المبعوث الأممي الذي ما زال عنده أمل نقول له أكبر امتحان للمنظمة الدولية ما حصل في الحديدة الحديدة لم يبقى إلا بضعة كيلومترات وأسقطوا هذه المحافظة التي كانت تقطع الشريان الإرهابي الذي يورد معها الأسلحة ويرمي بها اليمن ويرمي بها دول الجوار لكن للأسف الشديد أن المجتمع الدولي يتعامل مع الحوثي بمعاملة الحنية والمراضاة التي جنى ثمارها الشعب اليمن إلى هذه اللحظة وأنا أعتقد أن المجتمع الدولي شريك في هذه الجريمة التي حصلت أمس نقولها بضوح شريك فعلي وشراكته في أنه غاض الطرف عن تهريب الأسلحة وامتلاك الأسلحة ثم يطلب من دول التحالف أن تتوقف وأن لا تقصف على مواقع الحوثيين وأن تعطي مجال للمبعوث الأممي للسلام والصلح أي سلام والصلح مع هذه اليد التي لا تتصرف من ذاتها نحن لو كان مشروع الحوثي يمني والله لا اتفقنا من أول يوم لكن عندنا قناعة أن مشروع الحوثي ليس يمنيا ولو كان مشروع الحوثي يمنيا لما يتعامل بهذه الوحشية مع أبنى شعبه ويتكلم عن أمريكا وإسرائيل وبايفعل وبايترك والضحايا كلهم من عدن ومن أبيان ومن مارب ومن كثير من المحافظات لأناس يقفوا بين يدين الله عز وجل لا حول لهم لا قوة ولا الموضوع داخل في دائرة الحرب ولا الاستهداف العسكري حاول لم يقتلوا في معركة ولا في مواجهات استهدف مصلين وهذا يكشف حقيقته الزائفة الذي يدعي بالمسيرة القرانية وهو منها براء هل المسيرة القرانية تقول بأن تستهدف بيوت الله وهو القائل ومن أظلم ممن منع مساجد الله نذكر في اسمه وسعى في خرابها خربها هل المسيرة القرانية تستبيح دماء الأرواح من الناس هل المسيرة القرانية تعطيه الحق أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء قتل المرأة وقتل الطفل وقتل الشيخ وقتل العالم وقتل الإعلامي وقتل العريس وتدخل في خصوصيات الناس في ملابسهم في ربطات بطونهم في قصات شعرهم في عملتهم ما ترك شيء أنا أقول لك لم يمر على شعبنا اليمني لليوم وأعتقد حتى في المستقبل أنا أجزم حتى في المستقبل أجزم أنه لن يأتي على اليمن كارثة مثل كارثة الحوثي ولذلك الجميع الآن يعني ما زال يتساءل وذلك وكثير أيضا من المعلقين يسألون بأن ما هو الرد على مثل هذه الجرائم المتصاعدة من الحوثي لماذا لا نرى ونسمع ردودا عملية في الميدان هذه النقطة سأتحدث معك حولها سعادة العميد الركن عبد المجلي بعدها نخرج إلى فاصل قصير مشاهدين نعود ونكمل مرحبا بكم مشاهدين الكرام ودنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في الستوديو مع الوزير الأوقاف والرشاد الدكتور أحمد زيبين عطية ومع أيضا العميد الركن عبد المجلي الناتق الرسمي للقوات المسلحة ضيفي عبر الأخمار من مارب وأستكمل معك الفكرة سعادة العميد الركن عبد المجلي هذا الاستهداف الذي طال هؤلاء الجنود المسجدين في معسكر الاستقبال في مارب ليس الأخير بل سبقته استهداف ليس الأول بل سبقته استهداف سابقة لجنود وراح ضحيتها أيضا قيادات السؤال هنا إذا كان الجيش لم يرد بقوة على الاستهدافات السابقة التي قامت بها الميليشيات الحوثية لذلك لتلك العروض وأولئك الجنود الذين ساقطوا فما الذي يمكن أن يقدمه هذه المرة مختلفا نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والشفاء للقرحة والحرية المختفطين أخي العزيز الميليشيات الانقلابية الحوثية نحن في وزارة الدفاع ورئاسة الاركال العامة وفي إطار العام 2020 الذي نقول أنه سيكون عام النصر والثورة على الميليشيات الانقلابية الحوثية من قبل شعب اليمني وتحقيق الانتصار من قبل قواتنا المسلحة والآن نحن لدينا اتخاذ عدة إقراءات وقائية ومن خلال تلك الخطط التي تقضي بالتحرير الكامل لكل أرقاء الوطن وبالأخص المناطق التي ما زالت إلى هذه اللحظة تحت قبضة وسيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية نحن في إطار رفع الجاهزية القتالية وترسيخ عدالة القضية والاهتمام بالروح المعنوية للمقاتلين وهناك إسناد ودعم لقسي من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي نحن نكن لهم كل التقدير والاحترام هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية سيكون لها أخي العزيز مختار الفقير لها ردا قاسيا ولن تذهب دماء أولئك الشهداء هباء منثورة من تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية سيصطروا المقاتلون الأبطال في المواقع القتالية في كل الجبهات القتالية الانتصار سيكون الرد قاسم ومزلزل والأيام بيننا وستكون الأيام القادمة قاسمة على الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعوم من إيران التي قتلت أبناء شعبنا للانتقام من مقتل قاسم سليميني هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية أخي العزيز سيتحقق النصر عليها وهي تفقد الحاضنة الشعبية ويعانوا سكان صنعة والمناطق الأخرى الأمرين من قول وظلم الميليشيات الانقلابية الحوثية الذي تقوم بالقتل المنهج اليومي والاختطاف بل واختطاف النساء وما تقوم به أيضا من انتهاكات وجرائم في حق أبناء عليمن في مختلفة المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها وبالأخص في العاصن الصنعة ومدينة الحديدة ومحافظة صعدة دكتور أحمد فيما يتعلق بالرد على جرائم الميليشيات الحوثية كما يقال من أمن العقوبة سأل أدب إذا كانت مرة الضربات التي وجهت ضد الجيش في قاعدة العند وفي قاعدة أيضا وفي العروضة العسكرية التي كانت في الضالع بدون ردود حقيقية جعلت الميليشيات الحوثية تستمرئ مثل هذا الأعمال أين هي الردود العسكرية؟ أين هو الحسم العسكري؟ أنا أعتقد أن أقوى رد سيكون على هذا الحدث من شقه الشق السياسي أن الحكومة تبلغ المبعوث الأممي بتعليق كل المشاورات أو الحديث أو حتى اللقاءات معه حتى اللقاءات معه تتوقف لماذا؟ لأنه يقول أن الميليشيات الحوثية أنها عندها نية للسلام و للصلح و سيدها بلا صنعة نقول له و ليس رائعا كمن سمع حتى موضوع الإدانة لم يدينوا المجتمع الدولي ولا مبعوث المبعوث أدان هذه الهادثة أدان الحادثة وأدان التصعيد الذي في نهم والذي في صعدة وغيرها يعني جمع كل شيء إذن الرد الأول لعلق مشاورات و يتم بلغة بتعليق المشاورات والرد الثاني أن تدعم الجبهات الجبهات دعمها ضروري جدا لأنه ليس من المنطق ولا من المعقول أن الجبهات تتوقف كلها و الحوث يده طولة الصواريخ بيده الباليستي بيده الطائرات المسيارة بيده يتصرف كيف ما يشاء وأبطال القوات المسلحة يعني في كثير من الجبهات بتوقفين تحركت جبهة نهم في اليومين الماضين لكنه تحرك بطيء ربما لقلة الإمكانيات نحن ندرك على أنه جهود وتعاون المملكة العربية السعودية تشكر عليها كثير جدا لكننا نحن نقول لهم اليمن والمملكة شيء واحد تربط علاقة الجوار والعقيدة ووقفوا معنا غاثيا وإنسانيا وعسكريا لكن لا نريدهم أن يطمحوا كثيرا في أن الحوث يريد سلام الحوث يغازل ويحاول أن يسوق نفسه أنه حمامة سلام وأنه يعني ربما نتفاهم نحن والمملكة لا والله إنه مخادع متى سيتفاهم مع المملكة ومع الشرعية لو كان حر في تصرفه ورأيه ومشورته لكن أمره ليس بيده هو أداه ينفذ تعليمات النظام الإيراني وبالتالي الحرب في اليمن ليست مع اليمنيين الحرب في اليمن مع وكالة إيران طيب اسمح لي أختم مع العميد عبد المجلي الناطق باسم القوات المسلحة بنقطة ذات شقين سعارة العميد فيما يتعلق بالباتريوتر الذي كان وما زال ربما أفيدنا يحمي السماء مارب كيف تم اختراقه أو هل ما زال موجودا هذه نقطة النقطة الثانية نريد أن نسمع منك التعليمات والتوجيهات التي تقدمونها لأفراد الجيش الوطني والضباط والقيادات في المعسكرات لأخذ الحيطة والحذر والتحسب لأي طارق فعلا أخي مختار الفقيه سؤال وجيه نحن نبدأ في الشق الآخر من السؤال وهو نحن الرسائل التي نوجيها المقاتلين في جبهات القتال ونقول لهم عليهم رفع الجاهزية القتالية العالية والتمتع بالروح المعنوية فالروح المعنوية لا تقل دورا عن الأسلحة فالأسلحة والمعدات ما هي إلا كتل حديدي يحرك المقاتل الذي يتمتع بالروح المعنوية العالية فالمقاتل بدون رحمة معنوية عليك القسد بدون روح فالمقاتلون في الميدان فعلا هم جبال فوق الجبال العالية سواء في جبال نهم أو في غير من الجبال وكذلك أيضا في السحارة والتباب الوديانة هم سيحققوا النصر ونقول لهم النصر قادم وعليكم اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات الأمنية واليقضى والانتباه وعدم الاستهانة بالعدو فكما يقال إذا كان عدوك نملة فلا تنملة ونقول لهم العرق في الميدان يوفر الدم في المعركة ومزيدا من التلاحم ومزيدا أيضا من أخذ الثار من الميليشيات الانقلاب الحوتية المدعوم من إيران والثار لأولئك الشهداء الأبطال وللمواطنين الذين يتلقون الضربات والقرائم والانتهاكات من قبل ميليشيات الانقلاب الحوتية نقول للمقاتل الأبطال الذين سيصنعون النصر في المستقبل القريب لهذا الوطن نقول للمواطنون الذين يعيشون في أرجاء المناطق التي تحت سيطرة الحوتية أن ينتفضوا في وجه تلك الميليشيات الانقلاب الحوتية فهي كل يوم ترتكب قريمة وترتكب مجزرة في حقبنا شعب اليمني نقول للمقاتلين الأبطال النصر قادم وعليهم اتخاذ كافة الحيطة والإقراءات الحيطة والحذر وأيضا المحافظة على السلاح فهذا هو السلاح هو الذي سيحقق النصر أما عن سؤالك الأول فهو عن دور وسائل الدفاع الجوي فكلما تطورت وسائل هجوم القوي كلما تطورت وسائل الدفاع الجوي هذه الميليشيات الانقلاب الحوتية لن ترحم وكما فعلا قال الدكتور أحمد عطية فعلا هذه الميليشيات الانقلاب الحوتية هي مرتهنة لإيران وباعت ضميرها لإيران والشيطان وسوف تستمر في الانتهاكات والقرام تقاه بناء شعبنا والحل هو التسريع في القبهات وتحريك القبهات والأخذ بالثارة المقاتلين بل أخذ بالثارة فقط المعلومة مرة أخرى هل ما زالت مارب الذي انتهجته الميليشيات الانقلاب الحوتية منذ منظومة الباتريوت أم أن انسحاب الإمارات منها أخرى المجال لا أدري نحن نقول أن مارب الحضارة والتاريخ محمية بحماية الله عز وجل ثم بجهود أولئك المقاتلين الأبطال من قواتنا المسلحة والآمن ومن تلك الوسائل الدفاعية والوسائل الهجومية ومختلف أنواع الأسلحة الذي ستطال الميليشيات الانقلاب الحوتية فمعنوياتنا في القبهات أقوى من أسلحة وصواريخ وطيران المسير للميليشيات الانقلاب الحوتية والنصر قادم محافظة مارب كلها تقف مع الدولة ومع الشرعية وتحتضن اليمن جميعا ستنتصر مارب ستنتصر اليمن ستنتصر صنعاء ضد تلك الميليشيات الانقلاب الحوتية الركن عبد مجلل ناطق الرسمي للقوات المسلحة شاركتنا هذا الحوار شكرا جزيلا لك سعادة العميد شكرا جزيلا أعود إلى الدكتور أحمد زبين عطية فيما يتعلق بدلالة المستهدفين من تم استهدافهم هم مستجدين وجنود ضمن اللواء الرابع حرس رئاسي الذي يقوده مهران القباطي هذا اللواء كان قد طلد من عدن وليس طلد يعني بمعركة عدن يعني انسحب من عدن وكانت المعلومات عن ذلك أنها بتوجيهات أيضا رئاسية وغادر وكان هناك استعداد أيضا لعودة هذه الألوية إلى عدن ضمن اتفاق الرياء نتذكر أن هاني بن بريك غردة عندما سقط معسكر الحماية الرئاسية الرابع لمهران القباطي قال سقط اللواء الرابع حرس إرهابي هكذا وصفه بالتالي كيف تقرأ دلالة الاستهدار أولا بالنسبة للألوية الحماية الرئاسية هي جزء لا يتجزى من الجيش الوطني وكل الألوية الرئاسية الخمسة صدرت بقرارات جمهورية وكل الألوية الرئاسية بموجب الدستور والقانون تشمل من كل أبناء اليمن يعني لا يوجد في الدستور اليمني أو القانون العسكري أن يكون هذا اللواء من المنطقة الفلانية أو من الجغرافية الفلانية لا بالعكس الألوية الرئاسية تحمي كل ما يتعلق برئاسة الجمهورية من أشخاص وقصور وممتلكات وتحمي المؤسسة الرئاسية لصلب الدولة هذه الألوية أبليت بلاء حسنا فترة الماضية وقبل ثورة 2011 حصل لها استهداف كبير وكانت طبعا حرس يعني عائلي وحتى هذا الحرس العائلي معادن صاحب العائلة تمام ثم لما جاءت هيكلة الجيش في عهد الرئيس هذه تم إعادة تشكيل هذه الألوية وتشكيلها اليوم ينضوي فيها من كل أبناء اليمن تمام وتحاول برغم الإمكانيات الضعيفة والشحيحة إلا أنها تحاول أن توجد لها موطن قدم في هذه الأرض اليمنية كجزء من الجيش اليمني وهذا الجزء الرابع هو جزء من هذه القوة استهداف أي فرد من أفراد القوات المسلحة سواء كان ألوية رياسية أو غيرها هو استهداف لسيادة اليمن لأبطال اليمن لمكانة اليمن أي أن كان هذا العسكري أو القائد ونحن ننظر لكل من يدافع عن اليمن ويواجه الحوثيين ويؤمن بشرعية الرئيس عبد الرباه منصور هادي واضح بأنه جزء لا يتجزى من الشرعية وبالتالي ما طوع الحوثي وأرغمه على الخروج من كثير من المحافظات إلا أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية التي تناصر هذا الجيش في كل المحافظات ابتداء بكسر ظهر الحوثي في العاصمة عدن في رمضان ثم مرورا بكل هذه المحافظات إلى هذه اللحظة ولنا الآن دخلنا في السنة السادسة وما كنا نتمنى أن هذه الحرب تستمر لكن لأن الحرب كريهة والشاعر يقول والحرب عجوز وجهها شمطاء ملعونة الإقبال والإدبار من يجد الحرب لأن ورها اليتم والترميل والتهجير والنزوح والدمار والخراب لكن من الذي جابها لنا؟ من الذي فرضها علينا؟ من الذي قاتلنا؟ ونحن أعتقد في الحكومة قد تنازلنا تنازلات كبيرة جداً بل انبطحنا انبطاح إلى أبعد درجة في مسألة الجانب السياسي وفي الجانب العسكري لعل وعسا نخرج من هذه الميليشيات لكن عندها مشروع ومن يمتلك مشروع وينفذ أجند خارجية من الصعوب مكان أن تصل إلى الاتفاق في صعوبة جداً طيب إلى متى يستمر الحسم العسكري؟ إلى متى يستمر الجنود في الجبهات؟ يتلقون التدريب ويرفعون الجاهزية ويموت بعضهم يستشهد بهذه الطريقة وهو ينتظر أوامر ودعم لاستكمال الحسم العسكري نحن نناشد وندعو إلى حسم عسكري فإذا كان هناك قرار يعني مسبق أنهم لا يريدون حسماً عسكرياً إذا كان التوجه الدولي هكذا أنا أقول لك بصراحة وتوجه التحالف أنه ما في حسم عسكري وتوجه القيادة السياسية أنه ما في حسم عسكري إذا كان هذا التوجه ويريدوا أن يخرجوا المشكلة اليمني بحل سياسي فما حد فيه داعنا نسوق أولاد الناس للمعارك وللمحارك وللقتال تتوقف الجبهات في أماكنها ويدخلوا في حل سياسي معهوذي وخلصنا إذا كان هذا التوجه لأنه كلما تقدموا إما تقل عنهم المؤنى أو يتمنى احتراضهم أو يخير هؤلاء أولادنا أو إخواننا يعني كل قطر الدم تقطر في قلوبنا ألم يعني يجب أن يكونوا واضحين مع الجيش أي واضح مع الجيش إذا ما في يعني نجلس كل يوم نقدم دفعة للمحارك إذا كان هذا توجه دولي في المسألة اليمنية في الملف اليمني نحن لا ندري ما الذي يدور في الكواليس هذا يعود لقيادتنا ونحن نلتزم بما جامل القيادة لكن كقناعة شخصية أنا أقولها كقناعة شخصية بعيدا نكون وزير إذا كان المتضررين من الحوثي يعني يعتقدون على أن الحوثي سيسلم اليمن على طاولة حوار المفاوضات فهم غلطانين والله ما يسلمها إذا كان ما وصل لهذه المحافظات اللابدمة وما خرج منها اللابدمة يسلمها بردا وسلاما وعنده هذا المشروع إذا كان الرجل بيرفع للوحة في وسط شارع الستين طولها عشرين متر فيها صورة الخميني وسليماني ويريد يسلم ويريد يسلم وصنعا ويسلم اليمن بهذه السولة مستحيل أنا أقول لك وقاتل الآن أدوات إيران في اليمن ما هو قاتل يمنيين في حسم الجماعة خلاص ارتهنوا ارتهنوا وبالتالي تبقى المسألة واضحة أما أن المسألة السلام وما عد في داعي أن نقود الناس للحرب والدمار أو أن هناك نية يعني صادقة في موضوع الحسم وهذا الذي نحن نرجوه ونتمناه نرجوه أن يكون سريعا طيب حتى مسألة حتى إذا كان الأمر في سلام وأنه على الجبهات أن تهدأ من أجل إتاحة فرصة لموضوع السلام والحوار الحوثي لم ولن يدع الجبهات تهدأ ولن يدع المواطنين يهدون المعارك ما زالت في داخل الصعدة عفوا في داخل الضالع في محاولة التقدم هناك استعدادات أيضا لمعركة جديدة في داخل حديدة هذا الاستهداف لوسط المعسكرات لجنود في المسجد يعني الجنود معرضين للقتل سواء هاجموا من أجل التقدم وهنا مكسب أو ظلوا في أماكنهم هذه رسائل من الحوثي مفادها لا تصدقونني حتى ولو قلت لكم أني سأسالم وهو صالح هذه هي بضاعتي وهذه هي أسئلاتي فعلنا نفهم نحن ما علي وزير الأوقافة لكني خلني باختم بك اختم برسالة وبأيضا نصائح نريد أن نسمع منك هذا الرسالة للجنود والضباط بذل هذا الوضع أخذتها أخذتها من لساني أنا أختم برسالة حب وإشفاق وتعظيم سلام وإجلال لهذا الجيش الذي لا يوجد أحد منا لا وزراء ولا غير الوزراء نستطيع أن نفيهم بحقهم نكذب ونغالط أنفسنا لو استطعنا أن نوفي بحق جندي من هؤلاء الجنود الذين يذهبون من أجل سبيل هذا الوطن والدفاع عنه هذا الجيش ما أعتقد أن هناك من الجيش من يتحمل ويصبر صبرة على الإطلاق لا في حرب ولا في سلم سبعة أشهر وهو بدون مرتبات في أغلب المناطق وأنا زرت قبل شهرين حضربه وتشبه وماربه الجوف مرت على عدد معسكرات أغلبها من سبعة أشهر ستشهر بدون مرتبات ما يستلمون وفي بعض المعسكرات أكرمك الله والمشاهدين ما يلبسوا البيادات ما عندهم بيادات ولا عندهم بدلات عسكرية ومداومين في المعسكرات وفي الجبهات ما الذي يقود هؤلاء ما الذي يدفعهم والله ما يدفعهم حب أحد إلا حب كرامته ووطنه وترابه وبالتالي يجب علينا أن نحافظ على هذا الجيش العظيم الصادق الصابر من عدن إلى المهرة إلى سعده إلى كل مناطق اليمن يجب أن نحافظ على هذا الجيش وأن نكرمه وأن نعطيه طلباته وأن نقدم ما يريده الجيش علينا كمسؤولين ووزراء ومحافظين وغيرنا وحتى دبلماسيا تعطى الجيش الأولوية في مرتبات قبل المدني العسكري قبل المدني لأنه خاطر يترك زوجته وأولاده وأهله وغيره جالس في النعيم المقيم هذه رسالة حق يجب أن نبعث على الجيش الوطني وأن نتعامل مع هذا الجيش بمصداقية وننحني برؤوسنا وعمائمنا وهاماتنا لهذا الجيش إجلان وإكبار نسأل الله أن يحفظهم وأن يرقيهم من شر هذا العدو ماذا عن الاحتياطات التي يجب أن قادة وضباط أن يهتموا بها أكثر والله يا أخي الكريم ما بالتوجيه المعنوي يا أخي الكريم موضوع الاحتياطات أعتقد ليس من رائع كمن سمع بالله عليك كل يوم ونحن نتلقى ضربة في مكان في هذا المنطقة نفسه في خلال شهرين ضربة في صحن الجن وضربة أخرى في صحن الجن أو يسمونه الآن صحن الوضن وهذا الضربة الثالثة وفي ضربات في الضالع على الجيش وفي ضربات في لحج في ضربات في عدد المحافظات المفروض أن يكون أنا ما عندي خبر عسكري لكن المفروض أن يكون عند القيادة العسكرية حقنا احتياط لا يلدق المؤمر من جي حرم مرتين ناقد نلدقنا عشر مرات مش مرة واحدة المعالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد زبي نحاطية شكرا جزيلا لك ولأيضا رسائلك الطيبة التي أشرت إليها ولجهودك أيضا الكبيرة في دعم الجيش الوطني ومعركته ضد هذه الميليشيا شكرا للعميد الركن عبد المجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الذي كان معنا في حلقات اليوم عبر الأقمار الصناعية من مارب نكرر دعواتنا بالرحمة للشهداء والخلود في جنات رب العالمين والشفاء للجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث ولجميع الشهداء وجرحى الجيش الوطني الشفاء الرحمة لمن مات منهم والشفاء لمن أصيب منهم وإلى نصر بإذن الله قريب دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة